طيب أنت النهار ده بتقول أنه النادي الآلي بيستهين بالبطول العربية إيه اللي كان المفروض يعمله النادي الآلي وما عملوش النادي الآلي مشارك بفريق كبير الخسارة الأولى على فكرة خسارة عادية جدا 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 أنت طبعا مش بيتلعب الفريل الأساسي إنما الفريل اللي انت لقابت بيه ساره أن يخسر من الفيصالي على فكرة برغم أنك أنت كان لك ييد وطولة في المباراة كنت الأفضل كنت المسيطر أكثر وصولا للمباراة لكن فنيا في بعض النواقص فردت عليك من خلال رؤيتك أنت يسليل قصة إيه عشان نجيب من الآخر أنا كمتفرج ليه رؤية وأنا كمدير فني ليه رؤية تانية خالص أنت لما تبص من منظورك هتشوف حدث وتشوف رؤية وأنا ببص بشوف حاجة تانية خالص أنت برضو كمتفرج عايز يلعب لفريل أساسي عايز يكسب كل المرشات عايز يقدم أقوى العروض وأنا ولا أنا كمتبص تحت رجلك لكن أنا كمدير فني أنا بص لبكرة وبعده والسنة الجاية واللي بعدها فبجهز لك فريق لأن أنت يلي بتطلبني أن أخذ البطولة العربية مأخذ الجد واشرق كل اللاعبين وحقق انتصارات لو أنا وقعت بعد البطولة في بطولة أفريقيا هتقول لي ما انت عكيت أنت كان لازم ترايح لعبتك في البطولة العربية فأنا ليمكن أسلم ودني ولا عقلي لأي حد من المتفرجين المتفرج يقول رأيه ويشجع واحترم واسمع رأيه لكن في النهاية القرار قراري زي ما كان الكابتن صالح سليمي يقول لك الجمهور ما يمشيش نادي لكن لازم أسمع للجمهور واحترموا كل حاجة لكن أنا كرجل مسؤول لي وجهات نظر مختلف فالنادي الآن أنا شايف حتى أنه ماشي بشكل كويس في البطولة العربية أحسن من فرقة كتير يعني النصر السعودي ده فريق مش قليل أما يخسر النهاردة من الفتح المغربي 4-0 نعم يعني النصر السعودي مش واخد البطولة ما أخذ الجد 3 أهداف شوت 1 الزمالك معرفش عامل إيه دلوقتي حتى زي اللحظة متأخر بهذا ومتعادل المتش الأولين يعني هو بيعلن شكلا كده خروجه من البطولة هل الزمالك مش واخد؟ بالعكس ده إحنا لو بنقول بقى فرقة واخد البطولة ما أخذ الجد يبقى الزمالك اللي بيدور على لقب لما يخرج النهاردة لما يخرج هقدر أقول الزمالك مش واخد البطولة ما أخذ الجد لأ كل نادي يا جماعة لو تصوروا وأنا بطالب جمهور النادي الأهلي تحديدا اصبر بقى ووهدى لأن الفرقة بتاعتك ماشية بشكل كويس جدا أنت يكفيك فخرا كابن النادي الأهلي أو مشاجع النادي الأهلي أن فيه فرقة بتلعب في الملعب وفيه فرقة قاعد على الخط وفيه فرقة بره خالص ده بالنسبة لك إنجاز بطولة العربية بالنسبة لي أنا كرجل أهلاوي أنا كمدير فني أنا كحسام البدري لا أنا عايز أطلع منها عارف مين قاعد معايا مين مكمل معايا مين حيديني السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها في لعبة لازم أجهزها كابتن علشان أنا داخل علاماتش إفريقي مهم جدا واللعبة دي ما كنتش ممكن أقدر أشوفها في مباريات بسيغة الرسمية ولكن هي مش رسمية أوي إلا في البطولة العربية صراحة هي يعني هي بطولة كده جاية للوظيفة دي التعبير اللي انت قلته الجميل ده اللي هي مش ودية ولا رسمية هي بين البنين بين البنين فتديك فرصة أنك أنت فعلا أن أنا قادر أشوف الكواليتي أو الفاليو أو فعلا القيمة بتاعة اللعبة اللي لم يشارف كثيرا بالضبط واللعيب اللي أنا لسه جاي بواحد زي أظهره أعتقد من دون البطولة العربية كنت هتطر أن أنا أعمل ماتشاط ودية طبعا والماتشاط الودية برضو الودية بتكشفش الودية هي بتكشف طبعا بس مش كل شيء لا يا الله يا كابتن الحتة المنافسة والنفس في الماتش الرسمي تختلف تماما عن الماتش الودية بالضبط دي حاجة الحاجة التانية كمان فيه العيب أنت محتاجة تلعب ماتشين ثلاثة أربعة دلوقتي زي حمودي عشان تبقى رجلي في الملعب تبقى رجلي في الملعب حمودي ده يعني بسم الله ما شاء الله أنت لو كسبته من البطولة العربية ديت أنا لو أنا حسن البدري أقول لك أنا كسبت حمودي تقول لي ما كسبش بطولة العربية أقول لك أنا كسبت أحمد حمودي كسبت اه طبعا عودة احمد حمودي نعم كسبت عودة او او اندماج اسلام محارب محارب تلسه اسأل حضرتك على الصفقات الجديدة بس هنكمل يعني اكمل مع حضرتك كسبت بالضبط كسبت كسبت وليد اظهره الولد بسم الله ما شاء الله فجأة اندمج في الفرقة لسه ما اتمرنش اللي كان تمرين ده انا عاوز اقولها اخرج حاجة يعني دي يمكن في التدريب صعب جدا ان انا لاعب بقيله فترة ما اتمرنش وماشاء الله بهذه الجهازية بسم الله ما شاء الله وانا اقول ما شاء الله بيخش في الاندماج يعني حتى كان في حوار ما بين يوم وما بين احد الديوف فكان بيطالب بمشاركة ازارف وقلت هو لعب كم ماتش تلعب كم تمرينة لأ هو يبقى له فترة فان هو يبقى بهذه الحالة ده شيء وعنده وعي فردي وجماعي وتكتيكي غير عادي انا شفته في كم ماتش بصراحة في المغرب مع المنتخب المغرب لأ هو هو لعيب حابب الحدوتة ولما تبقى حابب حاجة بتتفاعل وعنده وعنده هدف انت شفت الكام باص اللي عملوه نعم لما بيدورش على نفسه ده بيقول كرة اللي ألاقي متكامل اللي خدها تحرك اه تحرك على الجنب اليمين كنت لسه حتى بتكلم مع كامل شريف عم مين قال لي بص هو رقص ازاي وبص فين وعمل باص سيبك من الباص اللي عمل تمام شف تحركاته لو الكرة مش معاه نعم في كرة راح بيها عمر جمال من ناحية اليمين اللي شطها فرج على وليد أظهره كان فين كان مستنيها تديله عشان يبقى هو وجون شف تواجده لما استلم أكتر من كرة كان فين حتى اللي لعبها بدماجه وموفقش فيها يبقى الراجل بيتحرك بالكرة صح ثم بيمرر صح بيتحرك من غير الكرة صح هانت تحسنه خفيف جدا ودي حاجة من الرشيق يعني دي من الأول الحاسيس اللي بتجيلك ونت بتفرج إيه ده اللي يبدأ رشيق ده عنده مرونة طبعا وعلى فكرة هيدرز كويس جدا جدا وده حيبان وانا على فكرة مش من النوع اللي هو بتفعل قوي باللعاب اللي أول ما ينزل يجيب جوان انا بخاف ليه لأنه ممكن يبقى منتاش عارفه فيفلت مرتين ثلاثة يختف لك جنين ثلاثة وبعد كده لما يتعرف يتراقب يموت وليد عنده ميزة اللي انت قلتها من شوية حركته السريعة ورشقته بحيث انك انت حتى لو راقبته هتلاقي له حتة أعلى فيها من المدافع عنده خطو هتلاقي سابق بها المدافع فهيبانا كسبت زي ما قلنا وليد كسبت عودة حمودي كسبت عودة إسلام أكرم توفيق أكرم توفيق حيبدأ يدخلوا أكرم ده على فكرة إن شاء الله هيبقى أساسي السنة جايب إذن الله أكرم لأن أكرم طاقة غير عادية وعلى فكرة أنا شخصيا ما كنتش شايف أكرم قبل كده يعني ممكن مشتورش لما لعبه كان ماتش لعبه مع الأهل الدقاية لعبه مع أهل كان متقلق جدا في ناس كتير جدا لكن الأمانة أنا ما شفتوش يعني ما خادش بالي منه لكن لما شفته في الدقاق إذن البطولة العربية أصبحت وجهة بتكشفه بترجع لي باسم باسم علي باكي الزهير الأي بتأكد إن صبر الرحيل ممكن يلعب وإحسين السيد بجيبه من بعيد عشان يلعب تمام بتأكد إن حسام غالي حاليا ممكن يكمل لي البطولة أنا معرفش إيه ممكن يكون خطوة النادي الأهلي معاه إيه لكن لكن فيه فيه حاجات كتير أنا أخرج بيها كمدير فني أهم إن أنا لقى ومع ذلك البطولة لسه في الملعب يعني يعني النادي الأهلي مش عشان خسر ماتش أو ما أنا كمتربس بالنادي الأهلي أقول لك مستهتر بالبطولة ومش مستهتر بالبطولة لا أنت عشان لك نواية معينة إما أنت متفرج حماسي ومندفع أو حد قاعد متربس برة بتدور على أي سقطة النادي الأهلي تعمل بيها مشكلة مش متواجدة أساس وإحنا بنقول لك النادي الأهلي اللي هو بطل الدوري اللي تأهل لدور التمانية في دوري أبطال إفريقيا اللي تأهل لقبل نهاية كاس مصر اللي ماشي في البطولة العربية بشكل مش وحش ما يصحش إن احنا نتكلم على إنه مستهتر أو مش مستهتر بالبطولة العربية والبطولة العربية